طيب خليني اخد من كلام معليكي وانه بيتم التدريب علشان يبدأ الشباب يشتغل وعلشان كمان يلتحقوا العصر اللي احنا فيه معلي سفيرة يعني اسهل طريقة للتواصل هي عن طريق الانترنت عايز اتكلم على دور الوزارة وازاي قدرت انها تدشن قنوات او تدشن طرق للتواصل اونلاين علشان الشباب يقدروا يتقدموا للتحق بالمبادرة وياخدوا هما كمان فرصة التدريب والتشغيل طيب المبادرة الصفحة بتاعة المبادرة هي صفحة للتوعي ولكن احنا من خلال المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لما بنزل باخد معايا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسط لما بيكلم مع الشباب في هذه اللقاءات الجماهيرية هو مش بيكلموا يقولوا احنا ممكن نعمل لك واحنا ممكن يعني ببقى حبة انه شباب يشوف حاجة حرادي حصلت عشان كده بتجيب شباب من المحافظة اللي انا فيها وهم اللي بيطلعوا يتكلموا على المسرح ويقولوا ايوة احنا رحنا لجهاز او مكتب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المحافظة وانا حصلت على القرد الفلاني وانا عملت كذا الشاب لما بيسمع شاب زيه في مثل عمره ومن المحافظة بتاعته وقدر انه هو كده خلاص المصداقية بيتأكد انه ده فعلا حقيقي بيحصل انما مهم التوعية بس مهم انه هو يشوف حاجة حصلت بالفعل فبيحوض بقى بدلا ما يروح يدفع الفلوس علشان مركب يجرب انه هو يدفع فلوس او ياخد بيها قارد عشان يبتدي بمشروع او دكان صغير او اي حاجة تفيد المجتمع حتى بتاعه انما نفتتح المركز المصري الالماني للوظائف والهجرة واعادة الانتباك وده بقى المركز يعني الحقيقة الجديد من نوعه على ارض الدولة المصرية وبمشاركة من وزارة الخارجية وزارة التعاون الدولي مع وزارة الهجرة والسفارة طبعا الالمانية في القاهرة او ده مركز يعني عبارة عن او مسؤول عن مجموعة من التنظيمات ما بين عدد كبير من الوزارات او عدد وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية مع مؤسسة معينة ولا هو تابع لي وزارة الهجرة فقط ولكن بالتنسيق مع وزارات اخرى لا هو مش تابع لي وزارة الهجرة ولكن وزارة الهجرة مع الوزارات الاخرى شركت في العمل على توقيع كل المذاكرات المتفاهمة وايضا الزيارات الرسمية اللي حصلت ما بين الحكومتين المصرية والالمانية لانشاء هذا المركز على ارض الوطن هذا المركز هدفه انه يوري شباب الهجرة غير الشرعية او شباب بواكع عام ايه احتياجات سوق العمل الالماني ففيه بقى موقع الالكتروني لهذا المركز الحقيقة في الافتتاح او شرناه طبعا على موقع الوزارة وصفها على الفيسبوك بنقول لشباب قادي المركز وقادي احتياجات سوق العمل والمركز ده بيساعد الشباب انه هو يلطاحق بهذه الوظائف في المانيا يعني بيستفلوا الملف بتاعه عشان يلطاحق بهذه الوظيفة بيعلموا اللغة بيدربوا ويأهلوا عشان يقدر انه هو يلطاحق بسوق العمل الالماني اشتركوا في القناة